أنا مش ممنوعة من زوجها الميديا أول ظهور للبلوجر سوزي الأردنية رغم قرار اعتزالها الموظور دي ما خلتنيش أنا أتخذها حتى في نفسي سوزي الأردنية بترجع تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة بعد قرار الحبس وكان بتحاول تبيع صفحتها على جميع التواصل الاجتماعي لكنها بتعود من جديد وبتعلق على حبسها وإزاي تم الإفراج عنها تعالوا نشوف سوزي الأردنية قالت ايه في فيديوهاتها الأخيرة وليه رجعت في قرار اعتزالها عن السوشيال ميديا طبعا كلنا عارفين قضية البلوجر سوزي الأردنية وإزاي الحكم بالحبس كان صدمة لناس كتير وده بسبب صغر سنها وإن فيه متابعين كتير بيحبوها وبعد الحكم الأخير على سوزي الأردنية دخلت في أزمة نفسية قوية جدا وبعدت عن السوشيال ميديا وقررت أنها تعتزل كمان لكنها ما كملتش كام يوم وبترجع سوزي الأردنية على تيك توك مرة تانية وكشفت وحكت عن حاجات كتير وكانت في حالة من الانهيار والدموع في عينيها اضعوا لي لأن أنا الفترة الجاية هأزي نفسي حتى لو حوالي مليون حد جنبي سوزي في بداية كلامها قالت أنا ليه بيحصل معايا كده علشان مش عندي لأخ ولا أب يقدر يجيب لي حقي أو يدافع عني هو أنا اللي حصل معايا ده ليه؟ وانا عشان ما عنديش أخ في محامي معروف راح عمل في محضر طب شمان أنا يعني؟ طب المفروض يشوف حالة أهلي وإخواتي لو أنا تحبست طب ما في ناس كتير على تيك توك والشوارع وفي كل مكان بتقول نفس الكلام وبتقول كمان أنا تحبست وقت ما الفيديو امتشر وطلع تريند وكان عندي 17 سنة لكن أنا دلوقتي كبرت وعرفت الصحة من الغلط جاي حسبني ليه؟ وعايز يحسبني ليه؟ الناس كلها على السوشيال ميديا وفي الشوارع بتقول الكلام ده وما حدش بيكلمهم أنا رضي بحكم وقضاء ربنا بس ممكن بقى لما تحبس أرجع أحسن ولا لا؟ سوزي الأردنية دخلت في أزمة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة بعد ما تحكم عليها بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 300 ألف جني وده بسبب ظهورها في بس مباشر على صفحتها الرسمية على تيك توك وكانت بتتخانق مع والدها وقالت له اه الشارع اللي وراء وده اللي اعتبرته ان ياذا العمى لفظ خارج وخادش للحياة وفي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وتعدي على قيم وأخلاق القيم الأسرة المصرية وكمان كانت بتظهر مع أختها اللي منزوي الاحتياجات الخاصة وكانت بتعمل كده علشان تستغل حالتها لزيادة نسبة المشاهدة وتحقق أرباح كبيرة وبعد كل ده سوزي الأردنية دخلت في أزمة نفسية كبيرة واختفت على سوشال ميديا علشان تعلن من كم يوم انها اعتزلت صناعة المحتوى واستخدم تواصل الاجتماعي بشكل نهائي وفي نهاية الفيديو وبعد القضية والحكم اللي المفروض يتنفزوا وكلام سوزي الأردنية عن حالتها وحالة أهلها لو تحبست ممكن فعلا المحامي يتنازل عن القضية ولا سوزي هتتحبس بجد شاركنا برأيك في الكومنت